اشتركوا في القناة تمت مراقبة 45384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقصيد تم خلالها رصد 2457 مخالفة وعيد 2457 مخالفة فاجه في مجال الأسعار من نسبة المواد لمحددة الأسعار والسي محمد فرنان رأى دار واحدة إحالة مباشرة على القانون اللي واضحه ويكفي أنه نقرأه نعرف الإمكانية اللي رأى موجودة عند الحكومة من عدمه وجودة المواد الغذائية وتم اتخاذ في حقها الإجراءات التالية القانونية اللازمة بحيث تمت إحالة محاضر إتبات المخالفات إلى وكلملك في حق 2110 منها تمت إحالة محاضر إتبات المخالفات إلى السيد وكلملك في حق 2110 مخالفة منها وفيما يخش جودة المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة لبيع فقد قامت الليجان المختلطة خلال هذه الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 273 طن بالضبط 272.819 كيلو جرام من المواد التي تم حجزها وإتلافها لأنها غير صالحة لإستهلك ما هي هذه المواد؟ 180 طن من الخضر والفوكي 15952 كيلو جرام من اللحوم والأسماك ومستحضرتها 13044 كيلو جرام من الدقيق ومشتقاته مأكلات الجاهزة 12981 كيلو جرام المخبوزات والحلوية 12330 كيلو جرام طمور والفوكي الجفة 7332 كيلو جرام توابيل 5938 كيلو جرام الحليب ومشتقاته 5520 كيلو جرام المعلبة 4160 كيلو جرام القطاني 3950 كيلو جرام الزيتون والزيت 3059 كيلو جرام المشروبات والعصائر 2989 كيلو جرام مواد تنظيف 2518 كيلو جرام السكر والبن والشاي 1378 كيلو جرام مواد غذائية مختلفة 1021 كيلو جرام ولقد قامت ليجا المحلية في إطار العملية برصد عدة مخازين غير مرخص لها يتم توضيفها للإدخار السري واحتكار مجموعة من المواد بحيث تم رصد ثلاث مخازين بإتملول جوج المخازين بمدينة الريباط جوج المخازين بمدينة تطوان ومخزن واحد بكل من مدينة وجدة وآسافي وسيد سليمان وخنفرة وقد مكنت هذه العملية من حز ما يفوق 192 طن من المواد الغذائية المدخرة سريا والتي يعتزم توجيهها للمضاربة وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات وتواصل اللجل المحلية عملها من أجل مواجهات كافة أساليب الغذش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار اشتركوا في القناة